دكتور أسامة الغزالي حرب أهلاً وسهلاً بحضرتك معنا سعداء بوجودك أهلاً بميك يا دوني أهلاً وسهلاً وأنا يعني بقول من البداية أن الحوار معك مش سهل أنت أستاذ للغم السياسية وأنت أيضاً كاتب وبتكتب فيه أمور عامة وليس في السياسة فقط يعني في الأول وأنت تخاطب المصريين قطعاً يعني هناك خلفية لهذا التوجه أو لهذا الحديث عندما تتحدث إلى المصريين بتكلمهم كمصريين ولا كأفارقة ولا كعرب ولا كبحر متوسط يعني هنا أذكر طبعاً مقولة المفاكر الكبير طيح حسين أنه نحن ننتمي أكتر إلى حضارة البحر المتوسط دي بداية كويسة أشكرك عليها دكتور دولي أنا أتحدث عن مصريين بصفاتهم مصريين ودي دا كلام مش إنشائي المصر سابقة للجميع سابقة لكل أمم الأرض سابقة لليهودية سابقة للمسيحية سابقة للإسلام مصر إحدى الحضارات الأولى في تاريخ البشرية ولها إسهمتها اللي كلنا نعرفها والتي يعني نكتشفها أكثر وأكثر كل يوم حتى الآن وبالتالي فأنا سعيد بهذا السؤال وأنا دايماً من ضمن الحاجات الأساسية التي أصر عليها في كتاباتي التركيز على هذه الحقيقة على حقيقة أننا مصريون طبعاً هذا لا يتضمن على الإطلاق نوع من التقليل من شأن العروبة من تقليل من شأن الانتماء لأفريقيا للبحر المتوسط طبعاً لا لأننا دي حقائق تحكمنا وهو حقائق يعني ترتبط بمصرحنا المباشرة إنما يجب أن نعي أننا أولاً مصريون ودي مسألة في غاية الأهمية لسبب بسيط أن هي أولاً بتكشف بعض حقائق الحضارة المصرية وبعض حقائق الهوية المصرية المعاصرة المصري الحديث هو بالتأكيد في تقديري أنا إنسان شديد التحضر ودي حاجة إحنا بنقولها ونمارسها بدون أن نتحدث فيها كثيراً يعني أقول لك مثال بسيط جداً أحد المشاكل الحالية دلوقتي هو أحد القضايا الرهنة قضايا اللاجئين وقضايا اللي بالناس بتنتقم من بلاد إلى أخرى مصر بتشهد موجود ملايين سودانيين جنسيات كثيرة يعني ملايين السوريين العديد من الجنسيات الأفريقية العديد من الجنسيات الأفريقية الأخرى العربية الأخرى عمرك سمعت إن مصر فيها مشاكل في استيعاب هؤلاء الناس على الإطلاق لم يحدث على الإطلاق إن مصر لا كان فيها معسكرات لاجئين ولا مشاكل مع هؤلاء والمصري ودي حاجة جميلة جداً يجب أن نفخر بيها بيرحب بيهم جميعاً المصري يحضننهم جميعاً بلا أي عقد وبدون أي نوع من التهيئة السياسية أو الإعلامية مثالة ذلك القبول لكل هؤلاء وفكرة الهوية جميل جداً إحساس المصري بالثقة في نفسه وبهويته الجامعة المتحضرة القادرة على السعب الجميع ده شيء جميل جداً 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 يعني سعيد بيها ويفتخر بيها كتير مثلاً أنا ساعات أقابل بعض إخواننا السوريين اللي بيشتغلوا بالحياة جايين في مصر وعملين مشروعات جميلة وبديعة ونموذج للنجاح وللإنجاز وكل شيء أسأل واحد منه أقوله أنت يعني إن شاء الله لما سوريا تبقى ظروفة كويسة هترجع ليه لا أرجع أنا بسوط جنة هيتنا في مصر والعديدين كده من كل الجنسيات الأخرى لأنه في مصر بيجد نوع من الترحيب أنا عايزك بقى تقارني من اللي بيحصل ده وبين مظاهر الكراهية اللي احنا بنشوفها دلوقتي في كثير من بلاد العالم وفي البلاد المتقدمة زي أوروبا للاجئين أو المهاجرين للاجئين أو المهاجرين شوفوا اللي بيحصل دلوقتي في أوكرانيا وروسيا واللاجئين اللي بيروحوا من بلاد لأخرى وإزاي بيستقبلوهم وإزاي بينفروا منهم وإزاي بيحطوا دمهم عقبات هذا الكلام مش موجود أصلا في مصر المصري يعني ده دليل على المصري عنده إحساس بالثقة بالنفس وبالقدرة على استيعاب الآخرين كلهم وإحنا بنفخر البلد وحيه بنفخر أن اللي بيشرب من نير لازم نرجع له تاني عايزينه نرجعه تاني بنرحب بيهم فده يعني شق حضاري أنا أعتقد أنه على المصري أن يفخر به وعلى المصري أن يعتز به لأنه دايماً بيعتقد أن مصري خير هي ساعة للجميع ودي برضو حاجة غريبة يعني الكلام ده ممكن يحصل بسر من عشرات السنين دلوقتي مصري أكتر من مئة مليون ومع ذلك لم يحدث أبداً أن إحنا حسينا بمثل هذه الشروع ترجمة نانسي قنقر